النادي الاهلي السنة دي ما جابش غير حاجات بسيطة ومعينة وياريتو با كان جابه ايه اللي في الاولانية اللي في الصيف قصدق اه اللي في الصيف والتانية لا شيتها ليه جاب مرهون اعطيها يعني بسمعه من شاء الله ما اللي ايه ده رخهم واحد دلوقتي ده فيه هو مرهون اعطيها امام عشور هاي رايحنا مني هو امام عشور خلاص ها لا ما انا بقولك لو خلص هاي هانك معلومة بحاجة انا عارف ان انت ايه هانك معلومة بحاجة لا لسه الله ايه ايه اللي لسه الله هقولك طب تأخرك اللي بنتشوف كده ما هي اتأخرت عشان حاجات تانية كده دخلت المروح اللي انا قلت عريف اللي بانترو انا قلت ان امام امام عنده غرامات لا 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 لانه بقاله شهرين موجود هنا في مصر لا انا معرفش دي دي ما معرفهاش طب انت عارف ايه هبقولك بعدها بس كما تقول ما احنا مع بعض اه لا ما مش هينفع دلوقتي ايه لا هبقولك بعد الحلقة اه و الله هقولك بعد الحلقة لان لسه حاجة يعني فلوس يعني اه فلوس النادي هنا مش قادر يتفاع الاهلي ولا اللي هناك طلبين زيادة هقولك دي ما ربقولك اه بس أهلك هقولك بقى هبقولك طب خلاص الاهل اتفق مع النادي لدنمارك لا لسه لسه معقولة في خلافة على قيمة الصفقة ايه في خلافة يعني اصدق على قيمة الصفقة مبلغ عالمبلغ اكتر اه طيب تسمح نطلع على فاصل ونرجع وتقول لي طيب هقول لك في الفاصل طيب وأنا أقول بقى أنا لأسل لا لا عشان بس لو في حاجة ما يتنزيش فيها اللي عادي طيب المهم دلوقتي موجود بوناد الأهلي والأمور يعني بيستعدوا لتقديم الصفقة الناس بقى مستغربة كالتردة بيقول كده ليه بحقيقية يعني اوه مفروض كان أعلنه إمتى قبل ماتش الزمالك قبل ماتش زمالك هو الطبيعي بعد ما المسي منطيه لا 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 لأصد ده ده مش هنا تبع أي نادي ده هو نادي من بره وكانوا أعلنه كمان عشان يوقعهم عنوياك كمان جماهير الزمالك ولعبت الزمالك طب ما ده حلو الفكر الفكر ده فكر ناية بس هي اللي أنا بقول لك عليه ده اللي أجلته شوية مش الإصابة يعني لا 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 إصابة إيه الإصابة ده شد في الخلفية ومزء في الخلفية عادي يعني مش شربات صليبي يعني ولا أضروف ولا وطر أقيلة لا بكل فدي عادي أمور عادي بس هي المشكلة في اللي أنا قلتقول لك ده فلسه في مفاوضات فيه مفاوضات في الجانب المادي آه لسه وصلوا للعب مع اللعب خلاص المتفق عليه لا سيبك من اللعب اللعب أي حاجة نادل قاله يقوله عليها همدي خلاص وخلاصه وخده قمديته وكل حاجة بس هي المشكلة هناك في متلا لما أنت بتشوف إمام عشور قبل الصفر وقولك أنا مش هرجع غير على الزمالك بتشوف إن دي غلطة اللعب ولا غلطة غلطة النادي اللي مفروض كان هو قال إن أنا هرجع عليه ومعرفش يجيبه النادي مش عايزه نادي الزمالك مش عايزه شكرا